اشتركوا في القناة الصحيح الأول هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية كالدواء وشرعية رقية شرعية هذا الأخ لدي آلم في بطنه فأخذ يقرأ على بطن الفاتحة سبب أو لا سبب شرعي رقية شرعية وهذا الأخ أخذ شيء من النعناع شيء من الأعشاب ووضع عليه شيء من الماء الحار وشرب سبب سبب أو أخذ دواء مثلا وشرب سبب محسوس تمام إذن هذا القسم الأول يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية رقية كالرقية حسية كالدواء الثاني بعض الناس هدان الله إياه يعلق على البيت على السيارة على الأولاد أشياء منها رأس ثور رأس أسد حوت عين كف حافر الفرس بعض الأشجار بعض الخرق بعض الكتابات بعض القطع التي تكون من الحيوانات الميتة جلود كذا أو يكتب بعض الكتابات على البيت اكتب عين الحسود لا تسود مثلا لماذا يا أخي تضع هذه الأشياء؟ قال لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا للدفعين نقول هذا شرك أصغر وإذا قال لا هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين هذا شرك أكبر يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم كان لديها أولاد لديه دور بيوت صحيح؟ لديه دواب ما وضع شيئا من هذا ولا الصحابة رضو الله عليه فلماذا نضع نحن؟ ما الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إذن لا يمكن أن نصنع هذه الأشياء وهذه كثيرة موجودة عندنا في هذه الأيام لابد أن نحذر ونحذر منها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر